فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وعلاقات تساؤلات ديالكم رب يحفظكم كاملين والله يجعل لها في ميزان حسناتكم كان بغى نشكركم كاملين وحدة وحدة المهمة لابنت هنا هاد الروتين هادا راح صورته معكم هنا من قلب الكوزينة نقلب للمولاتي الكوزينة هنا يراكم عارفين يعني فش كي يبدأ الصباحة لابنات راح كي يبدأ الروتين يبدأ الشقة يبدأ كل شيء فصراحة كنت غبتها لابنت عليكم لأنه كان لابن ديالي مريض ومن بعدها لابنت مرت انا راكم عارفين هادا لا قريب هادي يعني ما خلت تشي واحد وراكم عارفين يعني حتشت هادا العامة كان والو فالله يرحمنا من عندو يا ربي المهم هنا لابنت راح كنت غادين ندير هادا الوصفة هادي كنت قلتها لي ماما ديال الاعشاب يعني هاقدان نبخر بها دار راكم عارفين يعني هادا لوقيتها هادي كتكون لا قريب بكثرة فقلت نبارتاجيها معاكم البنات بالنسبة لبنات لهاد الاعشاب هادو تلقاوهم هاكدا عند العشاب يعني قاع النوعية هاكدا ديال الاعشاب ديال البرد فرهم من بينهما البنات كين الخزامة كين الازير كين الزعتر يعني الوارد يعني قاع الاعشاب وهنا البنات هادا راكاليبتوس هادا اللي كنت درته هنا المهم كانت الواليد اعطتني بزاف هادا ديال الاعشاب وكن درتهم ودرت معاهم الحامض هاكدا فحاولوا البنات كيد ديروهم وديرو لما وتسدو عليهم داك البوخار يعني يمشي غير في البلاسة هاكدا اللي بغي تركوا بغي انتحقموها وكتبخروا بهاد دار البنات وهنا يرا كانت وصلت لبنات لوقيتها ديال لغضاء فقلت نبارتاجي معاكم هاد الصلطة هادي صارحة اللي حم قاتني من هار جربتها فهنا البنات راكت اخدو الطون بالنسبة لطون جوج ديال العولب هنا راه البيضة البنات اخديت واحدة الخمسة دلبيضات هاكدا المهم كتحكوهم وكتحكو دك اصفر البيض والبطاطا تهي كتسلقوها وتحكوها وخزو البناتة هي كتسلقوها وتحكوها وكورنيشو كتقطعوه حد القطاع الصغير هاكدا بالنسبة لبنات الكمية ديال اي حاجة فراكت تحكمو في هانتوما انا راه كنت درت غير واحد يعني درت علاق اللي حسب واحد شكل ديال طارطة هاكدا صغيرة فبالنسبة اللي مولا لبنات خديت هذا لانه كتتحكمو في العبار دياله فالكان عندكو ما لبنات راه درت القيس ديال 16 فكتجي يعني واحد طارطة غير شوية هاكدا صغيرة فيعني اول حاجة لبنات درتها راه كنت حكيت البطاطا كتديروها المهم كتديروها هي اللي اولا من بعد البنات راه كتديرو ثلاثة ديال المعالق ديال المايونيس هانتوما كما كتشوفو كتدوروها عليها هاكدا صراحة البنات كجيزوينة ما شاء الله كنصحكم بيها لا بالنسبة يعني اللي بغتوا تديروها للطياف ولا بغتوا تديروها هاكدا ليكم فانا راه كنت غير جربتها البنات صراحة عجبتني بزاف المايم هنا هي الطونة لبنات كتاخدوا جوج ديال العولة بالمايم كتديروها هاكدا تحاولو انكم يعني تضغطوا عليه شوية هاكدا بالمعالقة وكتديرو من فوق منو المايونيس بالنسبة للمايونيس راه كيكو القيس هاكدا ديال ثلاثة ديال المعالقة هاكدا كتحطوهم من الفوق من بعد ما كتضغطو على ذاك الطون كتحطوهم من فوق البنات وصافي كتبقوا هاكدا غاديين وكتديرو الطباقات اللي بغيتوا انتوما راه كتقدرو انكم البنات تديرو حتى الحوت هاكدا متقلين بالنسبة للقامبة هاكدا انكم تقطعوها قطع صغيرة او تحكوها وديروها البنات فركة جيزوينة ما شاء الله كيكون عندها واحد المعدق سافيو هنا هنتو ما كيما كتشوفر انا باقى غاديا هاكدا كنا ندير طون وغا ندير ثلاثة ديال معالقة ديال المايونيس ومن بعد غادي نزيد البنات ديال البطاطة اللي بقاتليا بالنسبة للبنات ما ذكرتش لكم القياس هاكدا ديال الحبات اللي غادي تديرو فراكة تبقى الكيمية يعني على حسب الدوقة ديالكم مثلا يلا بغيتوا انكم غير تجربوها وديروها على شكل صغير انكم تديروها غير صغيرة فراكة تديرو القياس يعني الكيمية كتديروها قليلة وكتجربوها في صراحة البنات انا راها ولا تمعتها ماذا عندي ولا تما كان شبحش منها صراحة اي حاجة يعني هكدا كنا مثلا غيري لا جربتها البنات وعجباتني بزاف كنحاول انني نبرطجيها معاكم سافيو نارا غادي نزيد هذيك المايونيسا من الفوق هاكدا فراكة تجي روعة البنات ومن تم البنات غادي نديرو خيزو بالنسبة لخيزو البنات تاييرا سلقتها وطحنتها عفونا البنات مشي طحنتها تحكيتها كتحكوها غير هكدا فراكة تكون شوية غلايضا سافيو درتها من الفوق وغادي نديرو المايونيس سافيو كان بداء ندير ديك المايونيس لها هذي الشكل هكدا نهبطها سافيو هنا غادي نديرو البنات كورنيشو بالنسبة لكورنيشو البنات الى ما كانش عندكم متوفر فماشي مشكل كديرو دك الشي اللي عندكم هكدا فالطار فراكة جي زوينا ما شاء الله سافيو كان زيدو من الفوق فراوخة كتقطعوها البنات يعني وخة خلطوها هكدا او ما خلطوهاش فاش كتبغيو تاكلوها فراكة جي زوينا يعني كما بغيتوا تاكلوها كتبغيو زوينا هنا البنات را هدرت معا كان عندي غير شوية دي الكورنيشو درت فوق منه البيض هكدا سافيو درتو على شكل طباقة سافيو هنا يزطلي مايونيس بالنسبة لمايونيس البنات دي ماتلسة دي المعالق هكدا من الفوق فرا كتبغيو زوينا ما شاء الله سافيو من بعد البنات را غادين في طريقة دي التزيين غادين دير أصفر البيض بالنسبة لأصفر البيض البنات را خليتو غير من الفوق هكدا على الحسابة التزيين فراكي جي زوين ما شاء الله سافيو كان ديرو من الفوق هكدا علاهج شكل هكدا بالنسبة لبناتي اللا بغيتو هكدا تزينوها تخليوها غير هكدا كتخليوها يعني الطريقة تزين توما كتحكمو فيها فراها البنات كجيزوينة يعني سواء خليتوها هكدا او درتوليها شيء اضافة اخرى فانا را درتليها البنات خديت ماطيشة قشرتها هكدا طريفة وزينت بيها هيو القزبر وهنا البنات را كنت درت الطاجين بصراحة البنات حشمت أنني اني نعود نبار طاجي معاكم لأنني دي ما كان بار طاجي معاكم هكدا كنت بار طاجيت معاكم حتى اللحم دغمر صراحة الطريقة دي اللي يعني هكدا وليت بار طاجيت هكدا من مرة فقلت هنا يا غادي يعني غير طريقة هكدا دي اللي نحاول انني نصورها معاكم فرا ما شاء الله يعني البنات كل واحدة كتبقى طريقتها الخاصة أنا البنات را من يعني من ديك النوعية اللي انني كان بغي نجرب شحال من طريق وطريقة اللي كتعجبني كتولي مدمين عليها مهمة نرى بعد ما حطيت 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 البيض حطيت البرقوق صراحة البنات كيما طاجين ديالنا المغربي صراحة شي حاجة لا يعلى عليها كيما درنا سواء لنا درنا غير بالخضراء فرا كيجي البنات بنين بنين ما شاء الله خاصة يعني هالطاجين هذا البلدي فرا كيجي شي حاجة زوين ما شاء الله والمهمة البنات اللهم ادي مها نعمة واحفظها من الزوال كانت منا هاد الفيديو هادا ينال اعجاب ديالكم هادا الوصفة هادا ينال اعجاب ديالكم وما تنسوش هكذا تشجعوني لانه البنات صراحة كان بغيشي شوية ديال الطاقة الايجابية هكذا لانه الواحد ولا يعني مؤخرا هكذا كيتكاسل خاصة ان البنات يعني فش يعني منمور هادا المرضى اللي مرتع قزت بزاف لانه ما بقتش نصور معاكم هكذا والمهم شوية بشوية البنات يعني الواحد هكذا يمشي على قد جهدو وبالنسبة البنات للطريقة ديالها كيجي هكذا البنات را كيجي زوين ما شاء الله هكذا كنا نصحكم بها اللي بالنسبة يعني هكذا الضيوف ولا بالنسبة هكذا لكم وخغير فالدار هكذا فارك يجي شكل ديالها رائع احنا البنات اراها في ذاكر النهار يعني ما بقيناش فيها كملناها في ذاكر النهار صراحة كيجي زوين هكذا كيجي خاصة انكم اللي درتوها في التلاجة هكذا تبرد شي شوية بالنسبة البنات للزيز من تحت ديال الطونرها ما كتهوتش بزاف هنا كتبين شي شوية ولكن ما كتهوتش يعني كتبقى هي هي وخاصة يعني اللي دخلتو هالتلاجة هكذا يعني لكتبغي نديروها هكذا للضياف ولا را ما كتطح ما كتوقع لي هاتشي حاجة وبالنسبة حتى التقطاع يعني هكذا كنت قطعتها معاكم هالبنات ولا كياني معاك نخصني انني ندخلها لتلاجة فما تقطعوها هاتش ديك الساعات تدخلوها لتلاجة واحد الساعة هكذا ولا جيسوا يععد وحاولوا انكم تقطعوها صراحة كجيزوينة ما شاء الله اللهم ادمها النعمة واحفظها من الزوال المهم البنات كانت هذي هي الغضيوة ديالي بارتاجيتها معاكم كيف ما هي وكنتمنى يعني اخواتي يعجبكم هاد الفيديو هادا ونتمنى يعني تقبلوا عليها وتشجعوني بذيك البصيمة اللي غادي يعني تحاول انني يعني تعطيني الشي شوية ديال الطاقة الايجابية تدير فيها عفونا لبنات الشي شوية ديال الحماس لانني مؤخرا تكاسلت المهم البنات هنا يرا وصلنا لنهاية لا فيديو هادا كنشكركم قاع على الحب ديالكم وكنقول لكم شكرا شكرا من القلب الخالص على حبكم وعلى التواصل دائم ديالكم وإلى فيديو آخر ومع السلام موسيقى 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 موسيقى